أول سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد وهنعديها بالتأكيد أول سنوي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم من قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حبايا طلاب الصف الأول السنوي موعدنا مع الهندسة مع الأجزاء المتناسبة مع التوازي إيه موضوع النهاردة تعالوا كده نشوف التوازي في المسلس حيتكلم على إيه يلا بينا يا مستر يلا بينا مع بعض نظرية نظرية بتقول لي إيه النهاردة هنتكلم مع بعض مع المستقيمات المتوازية والأجزاء الإيه المتناسبة النظرية بتقولك القاتي بتقول لي إذا رسم مستقيم خلي بالك أنا عندي مسلس وهرسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المسلس إيه اللي يحصل قال لي يا مستر لو عندك مستقيم بيوازي أحد أضلاع المسلس هيعملي في الضلعين الثانيين قال لي فإنه يقصم الضلعين الآخرين إلى أجزاء أو إلى قطع تكون متناسبة ماشي أهو بيقول لي إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المسلس ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقصم هما إلى قطع أطولها مالها المتناسبة يعني أهول بصي كده معايا قلب به جيم مسلس دال هيه يوازي به جيم تمام؟ إيه اللي يحصل؟ اللي يبقى ألف دال على دال به تسوي ألف هيه على هيه جيم القطع متناسبة تمام؟ أهو يا مستر يبقى بمقالنا دال هيه يوازي به جيم هتقول لي إذا ألف دال على دال به تسوي ألف هيه على هيه جيم هنا بقى نقدر نلعب مع النسب نلعب مع النسب إزاي يا مستر؟ ما احنا خدنا كلام؟ مجموع المقدمات على مجموع التوالي يسوي إحدى النسب مظبوط قال لي مقدم زائ التالي على تالي يسوي مقدم زائ التالي على تالي مظبوط والعكس إذا ممكن أقوله إيه ألف دال زائد دال به على دال به يساوي ألف هيه زائد هيه جيم على هيه جيم يعني ألف به كله أهيا سيدي ألف به كله على به دال يساوي ألف جيم كله على هيه جيم معاك اعمل اللي أنت عايزه خلي بالك بقى لو طلب مني في المسألة دي إيجاد الموازية أنا كل ده بتكلم على الأجزاء المتلاثبة طب مستر لو عايز حد من الموازية قال لي عن طريق التشابه لو قال لي هاتلي دال هيه أو به جيم من التشابه اللي خدناه قبل كده لما يكون فيه ضلع بيوازي ضلع دال هيه يوازي به جيم يبقى المسلس الصغير يشابه المسلس الكبير لكن عايز أي أجزاء من دولت يبقى درس النهاردة النظرية بقى ألف دال على دال به سو ألف هيه على هيه جيم يا مستر تمام طيب قال لي تمرين لأ تمرين بقى لازم نقف في الشكل المقابل سيم بتسوي ايه قال لي استنى بقى يا مستر أنا معاك ده تمرين تمرين جميل قوي بس شكله يخد يا مستر أنا شايف سينات كتيرة قوي وبتخدم الرموز ايه وعد خاف من الرموز احنا جمدين قوي ركز معايا قوي قال لي يا مستر ايه أولا انت عندك هنا في الشكل المقابل مديني ألف به جيم مسلس ماشي دال هيه يوازي به جيم تمام ايه كمان قال لي ألف دال بسين وبه دال بسين زائد خمسة وألف هيه بسين نقص اثنين وهيه جيم بسين زائد واحد يبقى السين بتسوي جائيه أقول له استنى ما عارفش واحدة واحدة انت قلت النهاردة كلام النهاردة ايه ان بما ان دال هيه يوازي به جيم يبقى القطع دي متناسبة يبقى آلف دال على دال بيه تسوي آلف هيه علي هي جيم مظبوط قال لي مظبوط يا مستر أهو يا سيدي ادي اول خطب بما انه فيه توازي يبقى آلف دال على دال بيه تسوي آلف هيه علي هيجيم ع�� ألف دل بسين يبقى سين على سين زائد خمسة بتسوي سين نقص اثنين على سين زائد واحد أه يا مستر مظبوط تمام هنا بقى اللي كل حبيبي بيتلغبطوا في الحتة دي حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين امشي معايا سنة سنة عشان ما تلغبطش ابدا بقى حضرب السين مرة هنا ومرة هنا سين في سين بسين تربية سين في واحد يبقى موجة بسين ده طرف الطرف الثاني أنا بحب أعمله كده بحب أضرب السين في كله والخمسة في كله في الآخر أجمع يعني أقوله كده سين في سين بسين تربية وسين في سالب اتنين بسالب اتنين سين وخمسة في سين بخمسة سين وخمسة في سالب اتنين بسالب عشر واجمع المتشابه اه يا مستر يبقى كده هيبقى سين تربيع طبعا لما جمع خمسة سين وسالب اتنين سين هيتلعوا لي كام موجب تلاتة سين ناقص عشر يساوي النحية التانية قلنا سين تربيع زائد سين اهي يبقى ضرب دول هيطلع سين تربيع زائد تلاتة سين ناقص عشر ضرب دول هيطلع سين تربيع زائد سين قال لي يا مستر مع السلامة يا سين تربيع سين تربيع تروح مع السين تربيع اه يا مستر معلش واحدة واحدة كده علينا هعمل هالك مين راح مع مين قال لي السين تربيع دي يا مستر اهي راحت مع السين تربيع تمام اتبقى مين تلاتة سين هجيب لها الناحية التانية سين بمعكوسها الجامعي او بعكس الاشار يبقى اصبح تلاتة سين هنجيب لها ناقس سين تدينا اتنين سين يساوى عشر يبقى يا مستر لتنين سين هيساوى عشر أه يا سيدي أنا معك برضو دايما أنت عايز يبقى لتنين سين هتساوى عشر نقسم على الاتنين تطلع السين بكام بخمسة يبقى علم على الإجابة خمسة يا مستر وخلصة أخطار الخمسة سؤال حلو جميل ما يخدكش أبدا مستر في كذا سين آه أنا عارف ما تلاقش اشتغل اللي أنت عارفه هتوصل معي إن شاء الله إيه اللي بعده يلا سؤال تاني بتاعك أنت سؤال جميل بيقول لي في الشكل المقابل مديك صاد سين يوازي به جي في توازي في توازي كلام النهاردة يبقى فيه أجزاء ميه متناسبة يلا معي يا مستر بيقول لي دول بيوازي بعض وألف صاد قد سين به وألف سين بتلاتة وصاد جيم باثناشر المطلوب بيقول لي فإن ألف جيم تسوي كام ومدين اختيارات هقول له حاضر أولا بما أن سين صاد يوازي به جيم إذن يبقى ألف سين على سين به يسوي ألف صاد على صاد جيم ده كلام النهاردة ابدأ بي يلا أهو تفضل يا مستر أهو يا سيدي خلي بالك عشان ما تلغبطش في دول سميهم رمز واحد سمي دي كاف يبقى دي كاف عشان ما تلغبطش كده أفضل آه أفضل هقول له يبقى ثلاتة على كاف يسوي كاف على الـ 12 وخلص أهو يا مستر عوض يلا ألف سين على سين به بتسوي ألف صاد على صاد جيم عوض يبقى ثلاتة على كاف تسوي كاف على الـ 12 قال لي حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى كاف تربيع بتسوي ستة وتلاتين تمام خد الجزر التربيعي يبقى الكاف بتسوي موجب أو سالب ستة صح قال لي صح بس هل في طول بالسالب قال لي لا يا مستر يبقى الكاف بتسوي ستة يا مستر طب لما تكون الكاف بستة شيل دي وكتب ستة شيل دي ويكتب 6 أهي يا مستر شلتها لك قال لي إذن ألف جيم كله كام قال لي 6 زائد 12 يطلع لي 18 أختار مين يا مستر 18 وخلصت سؤال سهل سؤال بسيط وحبيبي ما شاء الله فهموه خلاص عادي طيب مستر في أفكار تانية إيه أنا معاكم يلا بينا مع بعض بص بيقول لي إيه نتيجة بقى نتيجة تعال بقى لو التوازي كان من برة من فوق أو من تحت أعمل إيه نفس الكلام بيقول لي إذا رسم مستقيم خارج مسلس بره خارج المسلس قال لي بيهجيم يوازي ضلعا من أضلاعه أي ضلع بيوازي أي ضلع قال لي ويقطع الدلعين الآخرين فإنه إيه قال لي يا مستر كلقاتي أهو بص معايا مستر لو كان أهو بيقطع نفس الكلام قال لي برضو القطع بتكون متناسبة إزاي يا مستر أهو لو دلهي يوازي بهجيم من فوق أو لو دلهي يوازي بهجيم من تحت هي هي قال لي إيه لي يحصل نفس القانون هقول له كده يبقى ألف دال على دال به تسوي ألف هي على هيه جيم مظبوط نفس الكلام هنا ألف دال على دال به تسوي ألف هي على هيه جيم القانون واحد في الاتنين ماشا يا مستر ممكن نقول ألف دال على ألف به تسوي ألف هي على ألف جيم قال لي آه إلعب مع النسب بقى مقدم ناقص تالي على تالي وهكذا اشتغل معاه أوعى تنسى إيه النسب خواص التناسب مهم جدا معاك طب تمري جاب لي واحدة من برا هي عشان نركز معاك يلا في الشكل المقابل بيقول لي أنا عندي ألف به يوازي جيم دال من برا قال لي من برا عادي براحتنا ماشي مديني اتنين من ألف هي يسوي تلاتة من هي دال آه ده في نسبة جاهزة أول ما تلاقي الشكل ده قبل ما تكمل هات النسبة بعد إذنك يبقى ألف هي على هي دال هتسوي تلاتة على اتنين قلنا معكوسة صح ألف هي على هي دال هتسوي كام تلاتة على اتنين مدينك معادلة بيقول لي به ناقص جيم هي بتسوي أربعة يبقى به جيم بكام أقول لي بس واحدة واحدة تاني بالراحة انت بتقول لي ايه دول بيوازوا بعض قال لي خلاص يبقى به هي على هي جيم بتسوي ألف هي على هي دال صح قال لي مظبوط آه يا مستر بما أن ألف به يوازي جيم دال إذن ألف هي على هي دال يسوي به هي على هي جيم تمام أنا شايف أن دي أهي هي دي اني ألف هي على هي دال قلنا بتسوي كم ثلاثة على اتنين يبقى ناقص جيم تلاتة على اتنين يبقى به هي على هي جيم بتسوي ثلاثة على اتنين طبعا ناقص mãe لك أني طرحوهم باربعة قلنا في المسائل دي ما تجي نفرض أحسن الفرض أحسن أوه نفرض أني به هي تلاتة سين وهي جيم باثنين سين إهي يا مستر فرطة هولك قال لي طرحوهم باربعة أقول له تلاتة سين يبقى به هي بيساوي 3 في 4 بـ 12 وجيم هي 2 في 4 بـ 8 هقول له إذن أهو به هي هيطلع بـ 12 وجيم هي هتطلع بـ 8 انت عايزي بقى اللي عايز به جيم اللي به جيم ده عبارة عن مجموعهم اللي 12 زي 8 يدينا 20 اختار 20 وخلصت يا مستر أهو الحل يطلع 20 يا رب نكون فهمنا توازي من جوة توازي من بره أنا شغال معاك ومطبق معاك مستر ده جاب لي معادلة ما تخافش جاب لي الشكل ده ما تخافش اعمل النسبة واشتغل اللي بعده عكس النظرية احنا قلنا لو فيه توازي يبقى فيه أجزاء متناسبة ده بالعكس بقى لو فيه أجزاء متناسبة يبقى فيه توازي اهو بص بيقول لي إيه إذا قطع مستقيم ضلعين من أضلع مسلس وقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة فإنه يوازي الضلع التالت اهو يا مستر يعني لو عندي مسلس اهو دال هي ده قطع ضلعين في المسلس لو ألف دال على دال به بتسوي ألف هي على هي جيم يبقى فيه توازي اقول له إذا يبقى دال هي يوازي به جيم اهو يا مستر قال لي إذا كان ألف دال على دال به يسوي ألف هي على هي جيم قال لي فإن دال هي يوازي به جيم يا مستر طب يلا مستر تعودتنا كل حتة بمثال قال لي آه يلا بينا مع بعض اهو يا مستر مثال على الحتة دي بص بيقول لي في الشكل المقابل أثبت أن دال هيه يوازي به جيل مديني مسلس هنا ألف دال بخمسة وعشرين ودال هيه بعشرين ودال هيه عمودي على ألف جيل وهيه جيل بتسعة ودول قد بعض ماشي أثبت أن دال يوازي ده أقوله استن حسب عكس النظرية لازم أجيب النسبة دي إلى دي تكون بتسوي ده إلى ده لازم ألف دال على دال به تسوي ألف هي على هيه جيل أجيبها إزاي أنت مديني حاجات نقصة أجيبها طب إيه يا مستر أجيبها إزاي ما عنديش توازي قال لي بس فيه كده حاجة جديدة في حاجة غريبة شايف إيه قال لي مستر أنا شايف آه ده أنا شايف تعامد فيه تسعين شايف في صغورس الله عليك أيوة كدس براب يلا قال لي يا مستر عشان نجيب ضلع يبقى هنربع ونطرح ونجيب الجزر إذا يبقى ألف هيه بيتسوي جزر خمسة وعشرين تربيع ناقص عشرين تربيع يطلع يا مستر خمستاشر قلت ست آه يا مستر جبنا ألف هيه بـ 15 هتبقى النسبة مستر مادور بيتسوي بعض أحط هنا برضو كام خمستاشر إذا النسب موجود يلا هقول له ألف دال على دال به هيبقى 25 على الخمسة وعشرين على الخمسة فيها الثلاثة والف هيه على هيه هجيم هيبقى كم على كام قال لي خمسة شرعة التسعة قال لي نفس الكلام برضو يا مستر على الخمسة هنا على تدفل الخمسة على تدفل الثلاثة بتلعو زي بعض بما أن النسبة تنزل سوا بعض يبقى فيه توازي يا مستر قال لي تمام هقول له آه يبقى إذن بما أن ألف دال على دال به بتسوي ألف هيه على هيه هجيم دول بسوا بعض إذن يبقى دال هيه يوازي بهجيم وهو المطلوب إثباته مثال حلو مثال جميل طف فكرة تانية يا مستر أنا معاك سؤال جميل أوه هو بيقول لي هنا في الشكل المقابل دي بقى سئلة الامتحانات الحلوة دي مديك توازي النظرية وعكسها دال واو يوازي به جيم وعيزنا أثبت أن دال هيه دال هيه يوازي به واو نظرية وعكسها أقول استنى لازم في البداية أعرف هو إمتى دال هيه يوازي به واو قال لي لو ألف دال على دال به كان بيسوي ألف هيه على هيه واو طب ألف دال على دال به موجود ستة على الخمسة لكن هل ألف هيه على هيه واو موجود قال لي لا هيه واو مش موجود يا مستر يبقى لازم أستخدم التوازي عشان نجيب هيه واو أبدأ بالتوازل أول يلا بما أن دال واو بيوازي به جيم هتقول لي إذن ألف دال على دال به بتسوي ألف واو على واو جيم عشان نجيب منها اللي أنا عايز وهي يا مستر قدي النسب بتاعك عوض يبقى 6 على الخمسة بتسوي ألف واو مش موجود على 5 و 5 من 10 حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى ألف واو بتسوي 6 في 5 و 5 من 10 على الخمسة يدين يا مستر 6 و 6 من 10 لما يكون ألف واو كله ب 6 و 6 من 10 شيل منه 3 و 6 من 10 يبقى الباقي كام قال لي 3 إذن هيه واو هتسوي 3 أحط على الرسمة 3 كده النسب موجودة هقول له بما أن ألف دال على دال به ب 6 على الخمسة وألف هي على هيه واو هقسمين 3 و 6 من 10 على 3 يطلع برضو 6 على الخمسة اللي اتنين بيسوي بعض يا مستر إذن خلاص يبقى في توازي يبقى إذن دال له هي يوازي به واو وهو المطلوب إثباته سؤال جميل وسؤال حلو أوعى تنساه إذن بعده سؤال تاني جميل في الشكل المقابل بيقول لي اوجد طول بهجيم اوجد طول بهجيم مديني إيه بيقول لي هنا أولا ألف بهجيم مسلس قائم الزاوية في ألف إذن دال هيه يوازي بهجيم دال أول ثم هاتلي طول بهجيم أقول له حاضر أنت عايز توازي صح؟ لازم يكون عند النسب قال لي دمه وجدين لكن هنا في حتة مفقودة قال لي برضو هنطبق نظريات في صورس مديك وطر وضيلة هاتل ناقص بقى ربع واطرح وهاتل جزر هقول له جزر ألف دال بيسوي إيه؟ جزر خمسة تربيع ناقص أربعة تربيع يدينا يا مستر تلات خلص جبنا ألف دال بتلات أهي يا مستر أحطها على رسمة تلات هتبقى النسب ألف هيه على هيه جيم اللي أربعة التمانية فيها النص وألف دال على دال به تلاتة على الستة برضو فيها النص تلعب يسوي بعض إذن يبقى دال هيه يوازي به جيم قدر المطلوب الأول تمام طب عايزين نجيب بقى به جيم قال لي احنا اتفقنا لو عايز تجيب حاجة من الموازي عن طريق التشابه بما أن دال هيه يوازي به جيم إذن يبقى المثلث ألف هيه دال يشابه المثلث ألف جيم به تمام حطي بقى النسب هقول له إذن يبقى يا مستر كالقاتي هقول له يبقى ألف هيه على ألف جيم كله يسوي هيه دال على جيم به كله يبقى أربعة على الـ 12 يسوي خمسة على به جيم حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يطلع 15 مستر بعد إذنك أنا مش ممكن أحلاها عن طريقه في صغرس قال لي ممكن ما هو المثلث الكبير دي يا مستر ده مسلث قائم الدلعين دول موجودين وعايز أجيب الوطر قال لي يبقى نربع ونجمع ونجيب الجزر يبقى 12 تربيع زي 9 تربيع جوه الجزر يطلعوا 15 خطو واحدة وخلصة مستر برافو عليك اللي عايز يحلاها عن طريقه في صغرس ماشي عن طريق التشابه برضو ماشي يطلع به جيم بكام بـ 15 السؤال اللي بعد بيقول لي في الشكل المقابل مديني برضو مثلث قائم إذا كان ألف صد بستة وسين به بتلاتة وبيقول لي هنا إيه إذا كان كمان معطى ألف سين زائد ألف صد على ألف به زائد ألف جيم تلاتة على الخمسة لعب بمجموع المقدمات على مجموع التوالي الشكل يفكرك على طول إيه وجد طول ألف سين وجيم صد ماشي لو جبت واحدة خلصت خلاص هقوله أولا أنا هنا عندي توازي صح هقوله خلاص يبقى ألف صد على صد جيم تسوي ألف سين على سين به صح تمام ألف صد على صد جيم ألف صد آه يا مستر ممكن نقول كمان إيه أني ألف صد على ألف جيم كله يسوي ألف سين على ألف به كله قال لي ينفع من خواص التناسب عشان هنا مديك ألف صد و ألف جيم ألف سين و ألف به فناخدها كده يبقى ألف سين على ألف به كله بيسوي ألف صد على ألف جيم كله أه يا مستر يلا معاي تمام مستر ألف سين على ألف به كله بيسوي ألف صد على ألف جيم مجموع المقدمات على مجموع التوالي يسوي إحدى النسب إذا دول كلهم بيسوي مين؟ هيسوي ألف سين زائد ألف صاد على ألف بي زائد ألف جي اللي هي بكام؟ 3 على 5 كده ثبتت أن كل نسبة من دول بتسوي 3 على 5 كده أحسن عوض بقى وخلصت هقول له يبقى ألف سين على ألف بي كله عبارة عن ألف سين زائد 3 بيسوي 3 على 5 ماشي؟ أو أقول له ألف صاد يعني 6 على ألف جيم كله بيسوي 3 على 5 الاتنين معاي أبدأ بدي يبقى 6 على ألف جيم بتسوي كم بره؟ 3 على 5 حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى ألف جيم هتسوي 6 في 5 على 3 هيسوي 10 يا مستر خلاص جبت ألف جيم بعشر لما يكون ده كله بعشر خدنا منه 6 يتبقى صاد جيم بكام قال لي صاد جيم ب4 يا مستر تمام؟ جبنا صاد جيم عايز بقى ألف سين يلا بما أن دول بيوازي بعض صاد سين يوازي به جيم إذن يبقى ألف سين على سين بيلي واب 3 يسوي 6 على الأربعة تمام؟ يبقى ألف سين على الثلاثة يسوي 6 على الأربعة حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى ألف سين بتسوي 3 في 6 على الأربعة هيسوي 4 ونص جميل قوي نظرية جميلة نظرية حلوة طيب مستر مديني هنا تمرين تاني طيب آخر تمرين ده مع بعض كده تعالوا نبص عليه بصة إحنا خدنا قبل كده لكن إحنا نقوله سريعا كده مع بعض تعالوا نبص كده مع بعض على التمرين ده بص معي بيقولي في الشكل المقابل لسه وغدين أخو بالضبط إي يا سيدي؟ بيقولي دال واو يوازي به هه وماله؟ إيه المطلوب؟ قال لي إذا كانت دال واو يوازي به هه لإثبات أن دال هه يوازي به جيب يكون كافيا الحصول على إيه؟ مديني اختيارات يا ترى أن ألف دال على دال به يسوي 3 على الأربعة فقط يا ترى ألف واو في ألف جيب يسوي ألف هه تربيع فقط ولا ألف به معا ولا لا شيء مما سبق قال لي أنا بحب الأسئلة دي أولي ممتعة أنا هجرب معاك هل لو مديك ألف دال على دال به 3 على الأربعة؟ يثبت؟ قال لي لا يا مستر ما يثبتش أبدا لازم يكون ناحة تانية موجود إذا أول مطلوب ما ينفعش معايا مش هيجيب حاجة طيب مطلوب الثاني هل لو ألف واو في ألف جيب يسوي ألف هه تربيع فقط تنفع؟ تعال نجرب قال لي بص يا مستر دال واو يوازي به هه صح؟ يبقى ألف دال على دال به بتسوي ألف واو على وو ايه؟ على وو هه صح كده؟ مظبوط تمام طيب أنا مستر هنا عشان أثبت أن دال هيه يوازي به جيم لازم أثبت أن ألف دال على دال به يسوي ألف هيه على هه جيم صح كده؟ أو ألف دال على ألف به كله يسوي ألف هيه على ألف جيم كله دال مطلوب مني؟ طيب خلاص مش في توازي؟ قال لي آه طيب لما دال واو يوازي به جيم يبقى ألف دال على ألف بكله بيسوي ألف مين؟ ألف واو على ألف هيه كله صح؟ قال لي مظبوط يبقى لازم عندي ألف ده على الألف بيه مشترك في الناحيتين يبقى عشان أثبت أني فيه توازي لازم يكون ألف هي على ألف جيم يسوي ألف وو على الألف هي صح اضرب ما عاصل زي ما بيقوله ماشي طرفين يسوي وسطين يلا يا مستر قال لي يبقى ألف فيه تربيع تسوي ألف وو في ألف جيم فعلا هو ده لنا عايزه يبقى الإجابة رقم بيه حبيبي كده خلصنا الجود اللي احنا عايزينه ناخد مع بعض آخر تمرين فين؟ على اللايت بورد يلا بينا يلا بينا يا مستر حبيبي مع بعض وجينا مع بعض كده على اللايت بورد تعال بقى نشوف المثال بتاعنا بيتكلم في ايه قال لي بص معايا يا مستر هول ألم بتاعنا ناخد مع بعض تمرين قال لي تمرين المثال بيقول في الشكل المقابل أنا هرسم لك الشكل هنا ادي الشكل بتاعي ألف به جيم ده مثلس واعمل لي هنا ألف و واخد هنا مين؟ قال لي ميديك هنا هو دال يوازي به جيم ده معطر ووصل جيم به ماشي بيقول لي أن مساحة المثلس مين يا سيدي ألف هه جيم مساحة المثلس ده بتسوي 15 سنتيمتر مربع ومساحة المثلس هه جيم واو مساحة المثلس هه جيم واو بتسوي 9 سنتيمتر مربع وطول ألف بيه بيسوي 16 سنتيم يبقى طول ألف دال بيسوي كاموا مدين اختيارات كل ده كده يا مستر ب16 سنتيمتر ماشي؟ الحل يا ترى ألف دال بيكار قال لي تعالي لي واحدة واحدة خلي بالك المثلسين دول شايفهم كويس؟ قال لي آه القواعد بتاعتهم على استقامة واحدة مستوى أفق واحدة ما بيقوله على استقامة واحدة طالما ألف وهيه وهو على استقامة واحدة والمثلسين مشتركين في نفس الرأس إيه اللي يحصل؟ قال لي يبقى مساحة المثلس على مساحة المثلس تسوي القعدة على القعدة النظيرة لها خلاص؟ هقوله كده مساحة المثلس ألف هيه جيم على مساحة المثلس هه جيم واو بتسوي ايه يا مستر؟ قال لي بتسوي ألف هيه على هه واو انت قلت المساحة بكام؟ قال لي الأول بخمستاشر والتاني قال لي بتسعة أبسط سورة يا مستر على التلاتة فيها الخمسة على التلاتة فيها التلاتة يبقى النسبة خمسة إلى 3 استعزنك حط على الرسمة قال إستنى يا مستر بقى غير لك الألم أهو يا سيدي هنحط هنا كلقاتي مستر هنا خمسة وهنا ثلاثة دي النسبة بتاعتي تمام طب بعد كده قال لي يا مستر تعال بقى ندخل على التوازي احنا خدنا النهاردة ايه قال لي موضوعنا كله في التوازي بما أن دال هي يوازي به واو أو به جيم كل ما تفرقش إذن إيه اللي يحصل يبقى ألف هي على هي واو يسوي ألف دال على دال به بس أنا عندي ألف به خلاص بقى خدها كده خدها ألف هي على ألف واو كله يسوي ألف دال على ألف به كله جات من اندي متشابه مش أنت عندك دال هي يوازي به واو إذن المثلث ألف هي دال يشابه المثلث ألف به واو مظبوط برضه ينفع توازي ينفع تشابه تمام قال لي يا مستر هقول له كلقاتي يبقى النسبة كلقاتي هاي هقول له كده ألف هي على ألف واو كله بيساوي ألف دال على ألف به كله عوض أنت قلت لي ألف هي على ألف واو بكيام قال لي ألف هي على ألف هو يبقى خمسة على التمانية إذن يبقى خمسة على تمانية بتساوي قال لي ألف دا المش موجود أنا عايزه على ألف بيه كله بكام قال لي ستاشر تمام حاصل ضرب الطرفين يسوي إيه حاصل ضرب الوسطية اضرب يبقى ألف دا يا مستر بتساوي هقول له خمسة في ستاشر على التمانية قال لي هيديني عشرة سمتي وخلصت يا مستر وبعد ما رجعنا من على اللايت بورد طبعا فهمنا المثال الجميل بتاع المساحة عرفنا كويس جدا عرفنا يعني إيه توازي حبايب الوقت معاكم بيجري بسرعة لكن إحنا موجودين مكملين إن شاء الله مع بعض أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأشكر جميع القائمين على هذا العمل الجميل كان معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة